من الواضح جدا أن الجزائر قد أعطت الوقت الكافي وأمهلت الرباط كي تعيد حساباتها وتصحح ما أفسدته في علاقاتها مع الجزائر ولكن هذا كما كان متوقعا أن الرد الجزائري يكون طبيعيا هكذا أن تتم قطع العلاقات لأن السقطات الرباط المتتالية والمتوالية وتحملها ضد الجزائر هذا بطبيعة الحال يجعل الجزائر أقل رد فعل أنها تقطع العلاقات فمن قضية التجسس إلى تصريحات ممثل الرباط في نيويورك ثم العلاقة التي تربط نظام المخزن بحركة الماك الانفصالية وما العلاقتها بالجرائم الأخيرة المرتكبة والحرائق التي اشتعلت فهناك التحقيقات تقول وأدلة تقول بأن هناك ارتباطات بين هذه الجريمة وعلاقة الماك بالنظام المخزن ثم أيضا تصريحات الوزير الخارجية الكهين الصهيوني التي جاءت متحاملة على الجزائر كلها في الحقيقة سقطات وانتهاكات للعلاقات الأخوية التي كان من المفروض أنها تربط بين الدولتين وبين الشعبين وهذا يؤكد العداء المستمر لنظام المخزن وتحملها المستمر ضد الجزائر ترجمة نانسي قنقر